في جدة راجى الحديث عن توقيع مسودة اتفاق بين الشرعية والانتقال المنقلب عليها بدعم إماراتي وفي شبوه يقال إن الاتفاقة كريسو للوصاية على اليمن ويصب في صالح مشاريع خارجية وتحاصص سعودي إماراتي لا نقبل أن تكون حكومة موظفة مع السفير السعودي الجابر ولا نقبل أن يكون نصفها الآن إذا شكلت معانا في الانتقال من نصف المجموعة الأخرى من الانتقال الموظفين معه ضابط إماراتي مجموعة مع قائد سعودي ومجموعة مع قائد إماراتي وين الدولة التي أصلا تخضع لعبد ربما منصور هادي الأصل أن تكون الحكومة موظفة مع عبد ربما منصور هادي يذهب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسر في حديثه عن التحالف فيرى أن إشراك الانتقال في الحكومة يفتح الأبواب أمام انقلابات جديدة ندعو الأخ الرئيس للتمسك بالثوابت وإذا يكافى الانقلابيون في جدة على ما قاموا به فعلى التحالف أن يبشر بانقلابات أخرى حديث الوزير عن أن الحكومة القادمة لن تمثل الشرعية اليمنية ولن تأتمر بأمر رئيس هادي يؤكد أن البلاد ماضية نحو مزيد من التعقيد والتمزيق ولا يجد الميسر حرجا في تأكيد ما هو معروف لدى اليمنيين بأن البلاد فعليا خرجت عن سيطرة الشرعية وأصبحت مسرحا للتحاصص بين السعودية والإمارات ما هو رد الإشقاف التعالف على الانقلاب الذي خرج من عبائتهم ولهم سيطرح عليه ألا يستطيعون إلزامهم لهذا نعود إلى بدء إنها صراع مشاريع خلاصة الأحداث تشير إلى أن انقلاب الانتقال كان مشروعا للتحالف في الأساس الذي اتخذ منه مبررا لإعادة ضبط الأوضاع في المحافظات الجنوبية وإعادة ترسيم خارطة الصراع الإماراتية السعودية